برنامج جديد لدعم الصادرات المصرية خلال الثلاث ثانوات القادمة أطلقته الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري والمساهمة في نمو الصادرات بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20% رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيموية أكد للنيل للأخبار أن هذا البرنامج من شأنه فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وخفض التكاليف الثابتة النتجة عن زيادة الانتاج حجم صادراتنا يقترب من 27 مليار دولار السنة دي إن شاء الله هيحصل أقل شيء 30 مليار والنسب المفروض أننا منقل سنويا عن 25 إلى 30 مليار البرنامج ده حيساعد جدا على زيادة ونمو حجم صادراتنا البرنامج حيخلينا نفتح أسواق جديدة ما كناش فتحينها قبل كده نكون دايما يقول ده سوق المحلي فيه مكسب أعلى والجودة مش مطلوبة لا بالعكس نهار ده مع المسندة أنا بقى عندي قدرة نفسية أعلى هقدر أن أنا أخترق أسواق جديدة هقدر أن أنا أبيع بعصعار جيدة ويهدفوا برنامج دعم الصادرات لتطبيق معيار تعظيم استخدام المكون المحلي للحصول على مزايا البرنامج كما يهدف البرنامج الجديد أيضا لدعم الشحن الجوي وإضافة مزايا تفضيلية للمصانع بمناطق الصعيد والمحافظات الحدودية في إطار دعم عمليات التنمية في تلك المناطق النهار ده احنا بنقول المكون المحلي لابد أن يكون في حدود أو لا يقل عن 30% استخدام المكون المحلي ده شيء جاي جدا وعنصر هام جدا علشان أقدر أسترد مسندة التصدرين بناخد لمناطق زي الروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة في دوميات بناخد دعم إضافي برضو والمناطق الحدودية دي برضو بناخد فيها دعم إضافي احنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع الشحن خاصة إلى أفريقيا أفريقيا النهاردة احنا نقدر نسترد من المسندة 80% من قيمة الشحن وده رقم جيد جدا وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي المسندات التصدرية بلغت حتى الآن أكثر من 4.5 مليار جنيه وذلك لنحو 925 شركة مصدرة توجه جديد لدعم الصادرات المصرية خلال الثلاث سنوات القادمة تلفزة لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والوصول بمعدل الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار أشرف مبارك أمنيل